شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب فعاليات افتتاح الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للبناء الملتقى يعد فرصة للفاعلين الاقتصاديين من المغرب والدول الأجنبية للتبادل المثمر حول مستقبل قطاع البناء في ظل التنمية المستدامة حفل الافتتاح حضره وزير الإسكان محمد نبيل بن عبدالله الذي قال عقب المؤتمر العالمي حول المناخ بمراكش هناك جهد لتحسين الجودة هناك جهد يجب القيام به بخصوص الكفاء والفعالية التقاوية التي هي حقل جديد للتنمية في بلدنا ونأمل في جعلها وسيلة رئيسية لترقية قطاع البناء القطاع الذي يوظف أكثر من مليون شخص ويمثل 6% من ناتجنا الإجمالي المحلي التنمية المستدامة بهدف الحد من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي أضرت كثيرا بالعاملين في قطاع الزراعة بالمغرب ما جعل الكثيرين منهم يتركون الريف للتوجه إلى المدينة المدينة هي الوعاء الرئيسي للمجتمعات المدينة في المغرب تضم 65% من السكان هناك انتقال من الريف إلى الحضر وأكد القائمون على الملتقى أن قطاع البناء ساهم في زيادة 52 ألف وظيفة جديدة للمساعدة على التغطية على الوظائف التي فقدت أساسا في القطاع الزراعي جراء الجفافة الأمر الذي ساهم في خفض نسبة البطالة إلى 9.6% ترجمة نانسي قنقر